يعني إحنا تطرقنا كده لجميع أنواع التدخين فما فيش حد من اللي بيشوفونا هيقول إيه ما جابوش سيرة السجارة الإلكترونية أو ما جابوش سيرة الشيشة تأثير الدخان على وجه العموم اللي إحنا شفناه من الثلاث أنواع دول على الجهاز المناعي لأن طبعا الجهاز المناعي ده هو الجسم كله لو حصل فيه خلن محدش يسأل على اللي هيحصل يعني محدش يستغرب من اللي هيحصل تمام فإيه هو تأثير التدخين على جهاز المناعي في جسم الإنسان تمام الجهاز المناعي من أكبر التدخين طبعا مضاره على كل الأجهزة لدرجة أنه هو أكتر حاجة بيسببها السرطان أما بنيجي ندرسه وعايزين يحفظه فبنقوله ما تحفظه ما تفوتش حاجة يعني هو من أول الفم اللسان البلعوم الرئة الشعب الهوائية المعدة البنكرياس الكبد السدي الراحم الكلة المثانا اللوكيميا الدم حد طب ده السرطان نتكلم عن جهاز المناعي مش كل الناس هاجيلها سرطان يعني من التضحين جهاز المناعي الجهاز المناعي في الجسم ده جهاز مهم جدا والخالق سبحانه وتعالى يعني ميزان في خلقه لأنه إحنا عايشين في مجتمع وبيئة الماكروبات ما أقول ما يعني الماكروبات تشمل البكتيريا والفيروسات وأصناف أخرى والفطريات والملوسات حوالينا من كل ناحية زائد الجهاز التنفسي بالتحديد ده جهاز مفتوح على البيئة فالخالق سبحانه وتعالى فيه مناعة للجهاز نفسه عشان الهوى كده زي ما بنقولها بالبلة دي ما يخشش بعبله يتفلتر ويتكيف يحصل له زي التكيف ده الجهاز التنفسي والجسم عمتا ناخد اتنين أولا خط الدفاع ده الناس يقول لحضرتك فلان جاله حرارة أربعين بس على طول يعني هو حتى ملحقش المضاد الحيوي يشتغل بس هو على طول تاني يوم كان زي الفل وكويس وفلان التاني ده لا ما كانش تعبان قوي وده بياخد مضاد حيوي حؤن والشيء الفلاني بس ما فيش استجابة أصلهم ما نسيوا حاجة مهمة هي مش الحكاية في الدواب كام والمضاد الحيوي ايه في حاجة اسمها زي ما حارك قلت خط الدفاع المناعة دي الجيش والشرطة اللي بتحمي بقى الخلعة كلها بتحميها عن طريق ايه؟ عن طريق خلايا وعن طريق وسائط كيميائية بتعمل أجسام دفاعية لأي جسم غريب داخل مجرد انه يشتبه فيه النيكوتين بيصبت عمل هذا الجهاز الخلايا تطلع عددها العيل طيب هنكتفي يعني اعرض الجيش مش قد كده يعني بقى حاجة زيارة خالص وكمان الخلايا بقى الضعيفة ما بتقومش بواجباتها والوظيفة بتاعتها دي ناحية طيب الجهاز التنفسي لانه اكتر العدوى بتيجي والمشاكل والالتهابات في الجهاز التنفسي واتصاله بالجو لانه الخالق برضو سبحانه وتعالى عمل فلتر في الانف الشعيرات والاهداب احنا بنشوف بعضها الغشاء ده المخاطي ده نازل لحد القصبة والشعب وبعدين فيه مادة بتفرز من غدت طيب ونيكوتين بيعمل ايه عارف حضرتك هي ميكانيزم زي السير بتاع الشونط اللي في المطار بيتحرك كده عشان الشونط تيجي تطلع من تحت لغاية ما توصل للصالة والركب ياخد شنطتهم اي جسم غريب بيخش بياخدوا يطلع بر بياخدوا مع الافرازات دي بيعملوا طبقة خفيفة قوي تقوم الشعيرات دي تحركها تطلع لغاية هنا ابتدي انا اكح اطلحها رزاز كده في المنديل خلص طب النيكوتين بقى عامل ايه هنا بيعمل شلل للاهداب ديهم شلل ما تحركش ويخلي افراز بتاع الغدد ده بدل ما كان طبقة رفيعة قوي الاهداب الرفيعة دي تحركها بقى تقيل بلغم التقيل ده ما يقدرش يحركوا الشونط الكربس على بعضها تخبط والحاجات دي بتحصل بعد ما المدخن يبتدي تدخين بقى دقيه يعني ممكن بعد سنة مثلا تأثير الحاجات دي بقى واضح عليه شوف حراجل ده بيتناسب برضو مع هو بيدخن قد ايه فاذا كان هو دخل في التقيل عشرين سجارة واكتر يبقى خلاص ما تاخدش سنة ده الشق من جهاز المناعي سواء بتاع الجهاز التنفسي او العام الشق دفاعي عندنا حاجة اخطر بكتير وهو انه الجهاز المناعي ده على ادن قد ما هو جهاز مهم جدا للدفاع ساعات بلغة العصر الجهاز بيهنج يعني ايه هنج ما يشتغل يشتغل بصورة غلط هو مفروض يهاجم العدو اللي من بره الغريب صور حراكة من الجهاز ده بقى ممكن يهاجم خلايا الجسم الطبيعية ويعمل ما تسمى بامراض المناع زي ايه هيعمل القولون التقرحي هيعمل السكر مرض من امراض المناع يهاجم الغضة الدرقية وعمل اضطراب في الغضة الدرقية او حاجات تانية كتير في امراض المناع يعني الناس ما تستهمها يعمل الزئب الحمراء يعمل الصدفية الروماتويد طيب طبعا عشان يعني بس اضيف حتة صويرة او سمحت لي امراض اللي هي الطراب جهاز المناع دي زي الصدفية والروماتويد والزئب الحمراء دي العلاج البيولوجي احدث حاجة وصلوها دلوقتي بقى بفيش داع الكورتيزون وكلام ده العلاج الشهري من 20 ل 30 الف جنيه وما برقاش طبيعي وما برقاش طبيعي